بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين بعد ما يزورنا المريض ونأخذ هستوري كامل منه طبعا ومحكينا من هذا لأنه هي عملية ثلاثية الأطراف والهستوري فصلنا في إياته كثير في عندك الدينت الهستوري المدك الهستوري والسوشيال الهستوري والكثير الكثير من المعلومات وكل ما حصلت معلومات أكثر كل ما كانت تشخيصك أذق كل ما وصلت لخط علاجي أفضل وبالتالي العلاج اللي راح تقدم راح يطي نتيجة أحسن راح يكون المريض وأهله مبسوطين هسا بعد ما نأخذ هستوري كامل حكينا نعمل Extral Oral Examination وفصلنا فيه وبدنا نعمل Intral Oral Examination المهم هسا نحن نحكي عن Examination لل Occlusion هون نحن ندور أو نفحص أكثر من شيء وأكثر من Relation باستخدام مبادئ معين هسا راح نشرحها في البداية راح نحكي عن المصطلحات نحن نحكي عن Overbyte نحن نحكي عن Overbyte نحن نحكي عن Overbyte نحن نحكي عن Crossbyte وكذلك نحن نحكي عن أشياء ثانية طيب بالنسبة له مصطلح Overbyte بتعريفه سهل و بسيط جدا هو التداخل العامودي The vertical overlap between the upper and lower incisors تمام and it's recorded in thirds or third center إذن the overbite نحن نراه نحن نشوفه نحن نحن نشرحها اما بنسب مئوية او على شكل كسور نحن نفهم الموضوع بشكل افضل هذه جملة مهمة جدا بالذات في الكلينيكل فانحنا كيف نعرف اذا المريض عنده نورمال اوفر بايت ولا عنده اوفر بايت ولا عنده اوفر بايت ولا عنده اوفر بايت وصلة الفكرة فهذا عن طريق انا دع 훨씬 اكتشف ويطفق على الاقة وعلاقة السنة arrive بالخارج السنة ما الوضع الطبيعي الذي كنت ارى من ناحية اوفر بايت الصح او، او اوفر بايت اوفر بايت او اي شطة تلك افر بايت اوفر بايت اذا اوفر بايت اوفر بايت إذا ثلث اللاور انسايزر سيكون مغطي على ثلث اللاور انسايزر هذا الاشي الطبيعي لكن هذا الاشي ممكن يزيد ممكن يقل عند المرضى فهذا بدنا نتعرف على مصطلحات ونفهم شو معناها بشكل عام لما يجينا مريض نشوف العضة هاي هل هذا نورمال اوفر بايت؟ لا لماذا؟ لا لأنه اذا انتم ملاحظين مغطي كل المانديبلر انسايزر صح؟ ونحن نقول ان نغطي على ثلث فهنا اصلا انت بتتأكد 100% انه اثنان نورمال اوفر بايت طيب ايش هير بالضبط؟ وكيف ممكن نوصفها؟ طيب بداية الوفر بايت بدي اوصفه يا انه زايد او انه منخفض او انه اوفر بايت بالضبط يا انه زايد او انه منخفض يا انه صار تحول من اوفر بايت لأوبين بايت حسا احنا عرفنا اللي هي الوفر بايت كنا نقول هي التداخل العامودي بين الابر انسايزر او الابر انسايزر صح؟ وحكينا التداخل الطبيعي دعنا نقول هذه الصورة مثلا انه يكون التداخل انه هذا الابر انسايزر مغطي ما يقارب الثلث من الابر انسايزر تمام يا جماعة؟ طيب فلما يكون فيه ابتداخل هذا العامودي زايد والابر انسايزر مغطي اكثر نسميه انكريز اوفر بايت تمام؟ اوكي فانه منوصف اذا انكريز او ديكريز او اللي هو رديوست او منوصف انه تحول من اوفر بايت لأوبين بايت زي هاي هسا بنفهم ليس صارت اوبين بايت على اي اتحال اذا هاي من ناحية اكريز او ديكريز طبعا هون زايد او لا؟ برضو التداخل العامودي عفوا زايد لانه هذا الابر سنترل مغطي اكثر من ثلث هذا الابر انسايزر الابر انسايزر مغطي اكثر من الابر انسايزر طيب بينما هون نلاحظ ان هذا الابر انسايزر ليس مغطي يعني ليس مغطي شيء تقريبا ليس مغطي شيء بسيط جدا تمام؟ شيء بسيط جدا فقط الرؤوس المتلاقية وصلت من اللابر انسايزر فالاوفر بايت هون انخفضت قلت التداخل العامودي اقل من الوضع الطبيعي فهم نسميها ديوست اوفر بايت بينما لما المريض يسكر وتكون الانسايزر الاجي مفصولي عن الانسايزر من الاجي مغطي انتيرير اوبن بايت وهي مثل عليها كلينيكل هون هاي مسكّلة طواحين طبيعي مش متلامسات زي ما هو الوضع هون فش تلامس بينهم مسافة هاي منسميها اوبن بايت انتيرير اوبن بايت فاذا مرة ثاني اوبن بايت هو مصطلح يصف التداخل العامودي بين الابر انسايزر واللور انسايزر الوضع الطبيعي ان الابر انسايزر يغطي ثلث اللور انسايزر اذا غطى اكثر منحكي انه صار فيه انكريز لا ايش للأوفر بايت اذا غطى اقل منحكي انها الابر بايت اذا انفصلوا عن بعض وهو المرضي مسكّل ثمه صارش في بينهم فراغ فجوة فمنسميها مش اوفر بايت اوبن بايت تعني عضة مفتوحة بالعربي تمامي جماعة اوكي الان كذلك الوفر بايت بنوصفها انها كومبليت او انكمبليت طلعوا يا جماعة لما يتكون الانسايزر الاج لامسة السنهاد لما تكون الانسايزر الاج ركزه في الاسماء لاللور انسايزر لامسة اخر السنجلن في الابر انسايزر او لامسة البلات وصلت الفكرة هذا الخط نفترض انه يعبر عن البلات او لامسة البلات نسميها كومبليت اوفر بايت لما لا تكون لامسة البلات لحظوا هذا البلات مثلا وهي السن منسميها كومبليت اوفر بايت وصلت يا جماعة دعنا نقرأ الشرح والتفاصل ما هي الكمبليت اوفر بايت When the lower incisor contact the upper incisor أو البلد الميوكوزا بهاي الصورة لامس هذا الشيء اللي هو الخط هاد قلنا بيعبر عن البلد لامس البلد الميوكوزا فهل اوصفها انها complete أو incomplete overbite لا اوصفها انها complete overbite تمامي جماعة اما من ناحية انها زايدة او لم يزايدة طبعا زايدة عن الطبيعي هي increased overbite لانها ال upper incisor مغطي كل lower incisor وهذا خطأ ليس طبيعي ال incomplete لما لا يكون هناك contact ما بين ال lower incisor مع ال lower incisor او البلد لا هو لامس ال incisor نفسه ولا هو لامس البلد نفسه في هذا الفراغ فبالتالي سوف نتحدث ان هذا ال overbite طيب ما هي ال open bite ال open bite تصبح ال lower incisor edge لا يكون هناك فراغ ال lower incisor يكون هناك فراغ when there is no vertical overlap فتحولت الشغلة من وجود ال overbite هو التداخل العمودي بين ال lower incisor لما ينعدم هذا التداخل تماما يعني هناك تداخل بسيط ونحكي عنها reduced overbite هناك تداخل بسيط لما ينعدم التداخل تماما مثل هناك فراغ بينهم ونحكي عنها open bite ونحكي عنها اول مصطلح ممكن انه يمر مهم جدا مريضي اعرف انه اني اوصفه في العيادة هل انه عنده ال overbite طبيعيه ولا لا هل هي complete overbite هل هي incomplete او هل هي reduced او هل هي موجودة المريض لما يسكرها على توحينك هكذا يحدث تحولت ال open bite الثاني الذي نشاهده او لا ما اسمه ال overjet ال overjet ال overjet ال horizontal overlap بين the upper and lower incisors it's normally between 2-4mm اذا كانت اقل من 2 او اكثر من 4 بالتالي في increase او decrease بال overjet ماذا يعني قصدك overjet يعني قلنا لمرض يسكر اسنانه كانت التداخل العامودي يعني هو اللور طالع هيك وخبط في ال upper وانه قديش ال upper مغطي من اللور هذا تداخل عامودي اسمه overbite المسافه ما بين ال inside edge مع ال surface هذه المسافه هي ال over هي جماعة ال overjet تمام افرض انه ال upper incisor عمل تحول من هون وصار هون هذه المسافه زادت افرض انه ال upper incisor عمل فبدل ما هو هيك صار هيك صار مثلا هيك ال overjet نخفضت في ال overjet نحددها من ال upper and lower incisor تمام يا جماعة هذه ال overbite هي vertical overlap بين ال upper and lower incisor ال overjet هي horizontal overlap وشرحنا موضوع ان شاء الله خلنا نقرأ سوى horizontal overlap اكثر من ذلك او اقل من ذلك يجب ان نعمل وذلك لانه يكون اشيء أبنورم نروح للفرضية المعينة التالية حسنا يا جماعة الخير يا جماعة يا جماعة نصلي عني حكينا عن وضع انه يكون في اشيء طبيعي انه overjet و overbite طبيعية حكينا انه ال anterior يقدم كثير ال upper incisor الذي يقدمه لدرجة انه يبطل فيه نقطة طلاقي او vertical overlap منسميها openbite طب لينا افرض جدلا انه هذا المشاكس ال lower incisor قدم بزيادة وركب او طلع فوق اذا ال lower incisor ال lower incisor ال lower incisor وطلع فوق ال upper incisor وصار هيك هون فبتلاقي انه صار فيه زيادة تقاطع في الاسنان صح؟ يعني هاي صورة هاي شايفين ال lower incisor فوق ال upper incisor وصلت هذا الاشي لما نشوفه منسميه crossbite تمام تمام So when the lower incisor is anterior صار قدام قدامه لل upper incisor ال upper incisor and ال over jet طبعا ما تعاليه في ال over jet هي المسافة ايش هي المسافة الافقية صح will be reverse it will be in minus طبعا يعني انا قاعد بقولك المسافة من هون لهون مثلا ثلاث مليمتر طيب لو قدام صارت ستة طب لو هذا المحترم قدمه هاي ضراجع ستصير المسافة بالسالب تمام بس يعني ال over jet سيقل بل سيصير بالسالب هاي صورة بتوضح انه هي crossbite شايفين كيف صار امام ال upper وصلت طيب فهون ال overbite اللي هي vertical overlap طبيعي صح لانه هسا رح نفهم بال incisor relationship ليش هسا في اشي هون اسمه singulum تمام وهون هاي اسمه singulum plateau اذا السن مش معديها lower incisor خلص بتكون تداخلهم ال overbite طبيعي اموره 100% وال over jet كمسافة برضو طبيعي فالثنتين هسا هون اذا انتو شايفين التداخل العامودي صح انه يكون هون في بداية ال singulum وصل الى تقريبا اخر ال singulum صح فالتداخل العامودي زاد فال overbite زادت كذلك المسافة الافقية زادت من هاي المسافة لحد هاي المسافة فبرضو ال overjet زادت تمام الان هون منلاحظ انه التداخل الافقي نحن نرجع الى اشي ال normal ايوه التداخل الافقي قل ال overjet فreduce overjet بينما التداخل العامودي عن الاصلي زاد وصل الى اخر singulum صح ولا لا فال overbite is increased تمام يا جماعة الان اللي صار انه هون صار في عنا عكس يعني ال lower صار قدام الابر عكس هاي الامور كل ياتها واكيد مخالف للطبيعي صح ولا لا فمنسمي هذا crossbite وال overjet شو صار فيها طبعا صار في ياتها انها انعكست ريفيرتين صارت بالسالب تمام يا جماعة تمام تمام طبعا هاي حكينا عنها لما هاي الانصاذ الاجوة و هاي الانصاذ الاجوة بينهم فجوة ان عدم ال vertical overlap فسميناها open byte تمام بس هاي التلخيص لكل اشي يعني لازم في الامتحان لو تجيني صورة clinical او يجيني في العيادة مريض اعرف احد يعني هذا نبين لا يوجد اي vertical or horizontal overlap واضح انه فقدنا التداخل فنسميها open byte واضح هنا انه اللور قدام الابر فنسميها cross byte واضح انه هون السن هذا عامل inclination عفوا مش inclination عامل هسا هسا ال incline يعني ميل هسا هذا السن شو عامل هذول السنان عاملات اشي اسمه broclination شو يعني brocline يعني من فياته ميل الى الامام بزيادة عن الطبيعي broclination هسا لنراجع الورام نحكي اللي هي اللهم سلعني بل سلطة عندك ال incline الميل و ال brocline فيه كمرا رحدي معناها نرجع لورا على العموم المهم انه صار فيه هون broclination شو يعني broclination يعني مقدمين لقدام فشو اللي زاد المسافة الافقية صح فهون ال overjet بتكون ايش زادت طيب هون منلاحظ برضو انه الأبرز الأبر انتيريور هذول شو أبر عفوا 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 عوض بالله مشيطان الأبر الأبر انتيريور متداخلات وجايات فوق أو عفوا عفوا أمام anterior to upper incisors لذا ال lower incisors هنا are anterior to the upper incisors فهون شو اللي بصير اللي هي كروس بايت طبعا هذا مثل على كروس بايت بحكي لي انه هون ال incisors اللي هنا كلاسة 3 relationship رح نشرح بال ال incisors relationship ان شاء الله تمام يا جماعة بس هذا كل ما في الأمر طبعا نكون عارفين انه لما نحكي عن تحديدا لكروس بايت مثلا غلط اجي احكي في الأنثيريور تعمليني كروس بايت مع الأبر انتيريور غلط لانه فيش سنان عامل في هاي الصورة إلا بس هذا السن وعجيها واحدة صح فنسميه unilateral anterior crossbite مبدئيا مبدئيا خلينا عند anterior crossbite لماذا posterior رح نفهم تحت لما ندرس المولر علاقات المولر تمام رح نفهم متى احكي انه المولر عامل كروس بايت وشو الوضع الطبيعي للمولر ومتل بيكون كروس بايت ومتل بيكون كروس بايت بس خلينا ايش واحدة الآن إنشاء الله كل الامور واضحة فهمنا ماذا معنى over jet وفهمنا ماذا معنى over bite أو open bite ومنها تصبح عندما كان ينعد من التداخل الأفقي والعامودي ما بين الأبر واللبر يصبح open bite وفهمنا الكروس بايت اللي هي نشوف نصونا عليهم والكرس بايت يمكن تكون unilateral يمكن تكون على الجهتين تمام ممتاز الان نحن باستيقظ الثاني الآن وهو المولر اللي هو المولر الوضع الطبيعي يا جماع ركزوا ركزوا هنا كهير منيح بالنسبة الـ الـ Overmode و الـ Overjet خلص فهمنا مرجعنا الأبر و الأبر انسايزر الانسايزر إجززتعونهم و كيف أمورهم كذا و كمبليت أوفر بايت و انكمبليت أوفر بايت لما يكون لها مستق في الحلق أو السن بيكون كمبليت و لكن لا يكون لها اسم بيكون انكمبليت خلصنا الوضع الطبيعي يا جماع في المولر ركزوا كهير منيح وبعدوا تلك المولر انه كان بعض الافيديو اكثر بككالكسب وهو القيش البدغية الكسبات المولدية ميزو يساango يسبقين بعض البق mole كسبari الاخ Huhn المسي الليل الهيسان كل مراجع تمام يا جماعة؟ دعنا نبدأ في موضوع مولر يقول لك الوضع الطبيعي أن البك الكسب للمانديبولر مولر سيكون لينجول أربالتل تشعروا الوضع تخبيص دعنا نرى الصورة و نفهم هذا الوار مولر هذا الوار مولر مولر الآن لدينا هذا الوار وهذا البك الكسب صح؟ بحكي لي بحكي لي أن هذا البك الكسب في الوضع الطبيعي الوار بيكون رايح بلتلي أو لينجولي يعني باتجاه البلد أو لسان مقارنة في البك الكسب الموجود هنا هيا نقرأ و نرى بك الكسب من المانديبولر مولر وينه؟ هذه المانديبولر مولر وهي البك الكسب ممتاز شو ما له البك الكسب؟ بي لينجول أو بلتل تدى بك الكسب رح يكون رايح هيك مقارنة في البك الكسب اللي هون وفعليا هايو هاد الكسب اللي هو البك الكسب بتاع اللوار رايح يعني هو أقرب إلى اللسان من البك الكسب بتاع الأبر صح؟ فلذلك منسميه مور lingual than ماكزلري مولر بكل كسب بس الأمور سهلة جدا حسنا يعني مرة ثانية احنا عنا هدول مثلا الكسبين طبعا انت هون عندك الخد البك الكسب تمام وانت عندك هون شو اللينجول لو بدنا ايش نفصلها وانسهلها وعننا فوق شو كمان عنا مولر تمام هيا بس الكسبات تتعونهم طيب فبحكي لك انه البك الكسب تاع هذا المولر في الوضع الطبيعي بيكون رايح ايش مور lingual اكثر يعني lingual اكثر من هذا الكسب فاذا منقدر نحكي انه البك الكسب of lower molar is lingual to the back of the upper molar صعب؟ هذا الوضع الطبيعي مرة ثانية هايو البك الكسب of lower molar رايح اكثر لجهة رسالة فمنحكي عنه انه lingual to the back of the upper molar هايو مرة اخيرة بك الكسب of mandibular molar will be lingual or palatal فاذا بك الكسب of mandibular molar تمام؟ اوكي هذا الوضع الطبيعي الان معامل اللي رح يتغير معنا هو صاحبنا lower molar هايو هو اللي رح يتحرك معي هيك او هيك طيب فبحكيه الان هسا رح نبليش نعدل هاذا الاشي اللي شرحناه هو normal انه يكون كمان مرة البك الكسب of lower molar is more lingual to the back of the back of the upper molar حسا لما يصير فيه اش مش طبيعي هو كان هيك يصير اللهم صلي وسلم على نبيه المحمد هيك مثلا طيب شو هذا الكسب لان هاي بحضل عليه هذا البك الكسب of lower molar لما يكون البك الكسب of lower molar is lingual or balatal بس مش للبك الكسب of upper للبلتال كسب او lingual كسب of the upper بس يعني عيرنا كلمة واحدة بس تمام فوقتها منوصف الوضع انه فيه اش اسمه crossbite ولانه اللاور رايح lingual فمنحكي عنها lingual crossbite لهاي الصورة مرة اخيرة لما إذا ال lingual crossbite تكون لما البك الكسب of lower is balatal to the or lingual of the upper هذا ما يسميه lingual crossbite تمامي جمعة طيب حسا نفرض انه في مريض ثاني يجاني لما قلت له وضع طوحينك كان الوضعك التالي اوكي هسا الوضع الطبيعي نرجع نراجعه الوضع الطبيعي حكينا انه البك الكسب of lower هيك الوضع الطبيعي صح البك الكسب of lower is lingual or balatal تذا بك الكسب of the upper بعدين لما يكون رايح lingual هذا البك الكسب of the lower يكون اوكي is balatal to the balatal to the balatal of the upper طيب اخر تغيير ممكن يكون زي ما رجعت لكم اول اثنان احكي عن اخر تغيير اخر تغيير اخر تغيير بتكون الطاحوني كلها عامل شفت بوكلي زي هيك وقتها شو بحكي the bacle of the lower is bacle to the bacle of the upper تمام هاي bacle of the lower is سوريا احنا بنحكي عن البك الكروس بايت yes bacle of the lower include bacle to the bacle of the upper اللي هو هذا وفيما يسمى البك الكروس بايت يعني اذا بدنا نحكيها بالبلدي الوضع الطبيعي انه اللور يكون زي حشوي lingual بالعربي بحيث يكون البك الكسب تبعه للور هذا اوكي ماي lingualي مقارنة في البك الكسب تبع الأبر هسا في lingualي كروس بايت بيكون هذا البك الكسب تبع اللور رايح lingualي بس ماي بزيادة فصار lingual مش للبك الكسب زي ما حكينا اول نقطة او بالنورمال صار lingual لا ال lingual او البلت الكسب تبع الأمر تمام عسا في اخر حالي تكون الطحونة زي حشة زيادة بكك الكسب فبتلاقي انه هذا البك الكسب بدال ما هو ربنا خلق بالوضع الطبيعي انه ماي البلت الكسب لا هو رايح بكك الكسب بس فبنسميها بكك الكروس بايت وهذا كل ما في الامر وصلا الله وبارك صراحة بس تمام طب في هاي الصورة شو احنا شايفين طلعوا هاي الأسنان كلها الأبر طب وين المولر اللور مغطة كامل فهذا اندلع شيء دلع انه المولر اللور مولر زوان رايحة lingualي صح رايحة lingualي يعني زي ما قلتلكم رايحة lingualي يعني زي هاي الصورة رايحة باتجاه اللسان لذرجة انه الأبر عامل اكلوجين وغطي عليه فهذا شو هيكون بالله عليكم بك الكروس بايت طبعا ايش هيكون lingualي كروس بايت بس اوكي هون منلاحظ انه هذول الكسبين اللي هم البك الكسب تمام شو عامل لهذا الكسب اللي هون اللهم صلى وسلم على النبي محمد وعلى الله واصحابه اجمعين رايحين بكة لزيادة صح كيفين نحن بكة لزيادة لما زي ما قلتلكم الوضع الطبيعي يا جماعة اللي ربنا خلقوا طبيعيا بيكون الأبر البكة الكسب تبع الأبر مغطي شوي هون طلعوا الكسب كامل مبين فاللور هذول رايحات مور بكة لي مائلات فشو بنحكي عنها هاي بنحكي عنها بكة الكروس بايت على الرايت سايد هون بينما هون لا الوضع ما بقدر احكي عنه مش طبيعي عادي هاي الأبر مغطي شوي من اللور ومنلاحظ ان الكسبات مش مبينين لأنه الهيو هاي الوضع النورمال زي ما حكيت لكم لأنه البكة الكسب تبع الأبر بيكون مغطي شوي من اللور تمام يا جماعة اوكي اخر صورة بالنسبة للأنتيرر في شو صورة عنده 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 صح ولا لا لأنه ما في أي فقدناها كاملة طيب ايش بدنا نلاحظ هون طيب منلاحظ انه يا جماعة الكسبات كاملة ركزها الكسبات تعيت اللورمولر مبيني كاملة انا قيل لكم الطبيعي انه لازم البكة الكسب تبع الأبار يغط شوي من البكة الكسب تبع اللور صح ولا لا فلا هون مبينين كاملين معناه انه هذول اللور رايحات بكلي معناته صار في بكة الكروس بايت بس على الجهة الثانية هل في نفس الأمر هاي الكسبين مبينات زي الشمس صح ولا لا فهون عنا يا جماعة بايلاترال بكة الكروس بايت هون كان بس يونيلاترال ليش؟ لأنه هون البكة الكسب تبعون اللور مخبيات والوضع طبيعي مخبيات بس طاحون مبينة مش مختفية زي هون بحيث ان يحكي لي نقول الكروس بايت لا 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 مبينات هون وضع نورمل هون وضع ابنورمل رايحات اللور شوي بكة زيادة ففي عندنا بكة الكروس بايت هذا بالنسبة للموضوع الكروس بايت تبع المولرز شوي زنخ لأنه بكلت وبكل بصر شو ولكن عودوا حالكم انه شوين كون سنين في تحليل الجمل السؤال في الامتحان يا بيجي صورة بيقول لك شو عنده مثلا عنده أوبن بايت كل هم موجودين عنده ما عادة فهو عنده واضح انه عنده أوبن بايت وشو طلع لي هون مباشرة عينك على المولر مبين كامل اللور خلص معناته اللور رايح بكة زيادة ففي عندك بكة الكروس بايت أند أنتيرير إذا عندك باي لتيرال بستير الكروس بايت ماشي حبايب أند أنتيرير أوبن بايت هذا الموجود عند هذا المريض وقص على ذلك او بيجيك السؤال انه والله مثلا باللينجوال مولر كروس بايت بيكون البكة الكسب او فلاور رايح ايوه بلا تلتو دابكة الكسب او فذا أبر صح ولا غلط؟ غلط طبعاً لأنه هو بيكون رايح بلا تلتو دابلت الكسب مش دابكة الكسب فبنا نكون مركزين منيح كل مواحدة بتغير لك الجملة كاملة الحمد لله هسا خلينا نبليش نحكي عن الريليشنشيبز تمام؟ عنا الآن مولرز وكيناينز وآيش وإنسايزرز بدك تسجل على التشارتنج التشارتنج الورقة تغير تكفية الأطفال العلاقة فتعيت المولرز وتعيت الكيناينز وكذلك تعيت الكيناينز وتعيت الكيناينز وتعيت المولرز تمام؟ اتأم هسا أريدكم تعرفوه من هسا بالنسبة للمولرز انه احنا عنا تصنيفين عنا تصنيف اسمه وعنا تصنيف اسمه وعنا تصنيف اسمه هسا الانجل باستخدم ولمما تكون الأسنان الأبر سكسز موجودات يعني لما يكون عمر المريض أكثر من 6 سنوات تمام يا جماعة؟ هذا اسمه الانجل اما البومز تستخدمه لما يكونوا السكند برايمري مولرز موجودين يعني لما تكون الأسنان المولرز الموجودة لابنية مجدائمة تمام يا جماعة؟ تمام سهلين جداً لا بدهم اشياء الانسائزة الانسائزة بحكيه لك بشكل عام لما الأبر انسائزة الاجج اقلود بهذه الطريقة مع الأبر انسائزة ومش واصل السنجلوم بلاتو والأوفر جت والأوفر بيت الطبيعيين اعرف انك كلاس 1 نقرأها The incisor of the lower incisor includes within the singular plateau of the upper incisor هذه هي بداية السنجلوم هذه المنطقة اسمها السنجلوم بلاتو تمام يا جماعة؟ اسمها شو كلاس 1 أوفر جت و أوفر بيت طبيعيات تكون مية بالمية الآن منلاحظ طبعاً انه هذا السن عضد زيادة لجوه ففي عندك الأوفر بيت زايدة هيك ملاحظة مني وكذلك منلاحظ انه السن شوي بروكليند زيادة على الطبيعي تمام يا جماعة؟ وبرضو الأوفر جت زايدة هذه المنطقة اسمها كلاس 2 ديفيجن 1 لذا السنجلوم كيف نميزها؟ انه قاعد هيا جماعة السنجلوم هو البلج اللي بتكون في الأسنان الانتير صح فاللورة انسيزر قاعد وراه في هاي الحالة بحكي عنه ديفيجن 2 الديفيجن 1 شو وضعه؟ تمام؟ لما يكون الابر انسيزر بروكليند بحكي عنه ديفيجن 1 لما يكون الابر انسيزر ريتروكليند او ابرايت زي هك هون جاي بزاوية قائمة يمكن يكون في حالة ثانية يراجع لورة زيادة عن اللزوم فبحكي عنه كلاس 2 لانه جماعة الابر انسيزر واقف بستيرير لسينجلوم لماذا حكينا ديفيجن 2؟ لانه السن يا ابرايت زي هاي الصورة يا احيانا بكون ريتروكليند بميلة وصلت الفكرة الى الداخل اوكي لكلاس 3 لما تكون الحالة فيها انتيرير كروس بايت يعني بالعربي الفصيح ماذا حدث؟ اللور قدام الابر بكل بساطة هاي كلاس 3 انسيزر اجه الابر انسيزر اجه الابر تمام؟ اذا انسيزر اجه الابر انسيزر اجه الابر انسيزر اجه الابر وصلت الفكرة سهلين جدا جدا سواء اجد صورة كلينكا او صورة كرتون او اجدت المعلومات فهي سهل تميز بينها فهي لطأكيد Virtency بيحدث بين ClS1 et Division2 هو وضع الابر انسيزر فاذا كان البروكلين وبالتالي اجد حسن التغير والتي هي توضع اولا فالأورجت زادت قدم�시 بكل مولاب عن مولاب المولر لدينا تصنيفين سوف أشكي عن الكيناين ولكن سوف أتحدث عن تصنيفات الانجل والبومز لأن يا جماعي أنت في التشارتين لقد وجدت عنده بيرمننت ستستخدم الانجلي لقد وجدت عنده برايمري ستستخدم البومز ونحن في العيادات لكي تعرفوا أن هذه المادة مهمة جدا والمحاضرة هذه تعديدة مهمة جدا نسألنا لدكتورة لماذا استخدمت الانجل فتخيل أنك على العام استخدمت الانجل ولكن لأنك حافظوا وكذا صدفة معك لازم تكون عارف أنه أنا أستخدم لأنه أنا أتعامل مع بيرمننت مولر تمام يا جماعة؟ اختصار في الانجلي كلاسيفكاشن أنا أعمل العلاقة ما بين الأبر فيرست مولر أي جزء منه الميزيو بكال كسب من الأبر 6 مع الأبر 6 اللي هو البكالي جروف تابعه فأنا قاعد بعمل علاقة ما بين الميزيو بكال كسب تابع الأبر مولر مع البكالي جروف تابع اللور ماشي يا جماعة؟ ايش هنه هذو الوين هن؟ طيب هذا أبر مولر هذا الجزء البكال تابعه هذا الكسب لأنه أقرب إلى فبقلنا ل الميدلين فبنسميه ميزيو بكال كسب لأنه أطلع الطاحونة بكالي وهذا الكسب لأنه جهة اللينجول فبنى احكي عنه عفوا 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 هم الثنتين بكال هذا لأنه بكال وقليل وقليل الميدلين ميزيو بكال كسب هذا لأنه بعيد عن ميدلين بيحكي عنه ديشته بكال كسب وصلت؟ طب انا عشو بدي اشتغل في الانجل قولنا بدي اشتغل على الميزي بكالقصب شان هيك انا بنقط لكم عليه انه هون تركيزي فكلي من باقي الطاحونة طب وعى اللاور مودرة شو بدي انتبه عايش اسمه البكالي جروف تلاقوا في طاحونتكم بكالي في جروف هيكا تمام تمام فاذا انا شغلي كله بالانجل لما اخلي الطفل يسكر عصنا عطوحينه بجيب لي مراي بعمل ريتراكشن للخد عشان اعرف اتفرج عيني فوق على الميزي يوبكال وعيني تحت على اذا فوق على الميزي يوبكال الكسب وتحت على البكال الجروف ماشوف شو العلاقة بينهم ركزوا معي كثير celui fairness اذا الميزي يوبكال الكسب راكب فوق звон Facebook بنسميها أنجل blece 1 اموره هذى الطالة الطبيعية اذا انه الميزي يبكال الكسب رايح لقدامه لقدام مين لقدام اللي هي البكالي جروف شايفين كيف مش طابق عليه زي وان رايح لقدامه يا جماعة فبالتالي بنحكي عنها اللي هي انجلزي كلاس شو كلاس 2 بينما لو ان الميزيو بكالكاس رايح بوستيرير البكالي جروف فمنسمي يا جماعة الخير كلاس 3 تمام هذا المفصل هون في الكلام بزيادة عليه قالت لنا التاسة كلاس 3 واضحة هايوا اطلعوا كيف هنفصل الصورة هذه هاي يا جماعة الصور مهمة بتعدي تسنان لكثير بتيجي واحدة من في الامتحان تمام او بيجي التعليف يعني الاسئلة على هاي الموطيع واحدة من ثنتين يا صورة يا كذا طيب انا باجي هون قالت لي نفرض جدلا بدون نفرض جدلا هذا كلاين بيين انه هذول بري مولر وهذا اكيد بير مننت مولر كيف عرشت كبان ثلاث روتس تمام ما علاني يا جماعة ما علاني مبين انه بير مننت اوهي بتخبرك اوهي مبين لانه هذول بري مولر فش اللي حيكونوا روهم يعني سن برايمر مستحيل على جميع الاحوال قالت لك انجل انت قرأت في الامتحان انجل تقول لي طيب وقف عندك وقف هذا الميز وبك الكسب هذا البك الكروف ايوه شو العلاقة هاد لها وراه صح مية بالمية هاد الميز وبك الكسب جاي ورا البك الكروف فشو الكلاسي ثري طيب هذا الميز وبك الكسب خابط مباشرة مسكر على البك الكروف هذا كلاس 1 طيب الان بالنسبة للكلاس 2 قلنا بدها تكون الميز وبك يا جماعة انجينيرال الميز وبك تمام كسب قدام البك الكروف وفعلا هو قدامه وبرضو هنا الميز وبك الكسب برضو قدام البك الكروف طيب لما يكون قدامه والسنين طابقات على بعض تماما بنحكي عنه انه نص يونت كلاس 2 لما يكون قدامه ومفشق عنه مش طابق على اللور تماما بنحكي عنه فل يونت كلاس 2 ماشي يا جماعة بس تكرار بدها الأمور وكل اللي حكيتو مكتوب هون اوكي ننزل على البومز كلاسيفيكيشن بنرجع للكناين لاحقا البومز مولر كلاسيفيكيشن او ريليشن تحت عشو اعتمدنا عفوا الفوق اعتمدنا على بالفك الأبر بالمولر الأبر الميز وبك الكسب وتحت البك الكروف هون بنعتمد على شيء مختلف يا جماعة فالعبرة في التصنيفات التكرار ضلت كرر كرر حشان ما تخربت في البومز يا جماعة بسهرين صراحة طلع شو بدك تعتمد بدك تعتمد اللي هي الديستل مارجنال ريجز للأبر ا واللور ا اللي هم الابر سكن برايمري مولر واللور سكن برايمري مولر الحف تعيتو هاي منسميها مارجنال ريج لأنه هون الميزي وهون الديستل تمام فهاي منسميها الديستل مارجنال ريج اف ذا الابر ا الابر انظمة التسمية نحن ناخدها بثارث محاضرة وهذا الديستل مارجنال ريج للأبر ا اللي هو اللور سكن برايمري مولر تمام يا جماعة ني يس تمام طيب الوضع كالتالي لما يكون المتطابقات تماما تكون الريلاشن اسمها ستريت أو رفلش تيرمينال بلين تمام وهذا الوضع الطبيعي الان لما يكون الديستل مارجنال ريج ايوه للأبر رايح ميزيل او ممكن احكي انتيرل الاثنتين صح اذا احنا قاعدين نحكي عن اش اسمه ميزيل ستب سهل تطلع الدرج نزلنا يعني في حال هاي يا جمعة هذول الثلاث صور اجابت احنا احنا اجابت وحدي منهم تمام انت تنازل عدرج رحت هيك انت رحت ميزيل فهمت علي فهي اسم ميزيل ستب وودنا نكون فاهمين هذا شو اسمه هذا اسمه ديستل مارجنال ريج وهذا ديستل مارجنال ريج انا بتهمني حركة اللور والأبر بتهمني حركة اللور بالنسبة للأبر شو وضع ديستل مارجنال ريج تبع التحتاني بالنسبة للدستل مارجنال ريج تبع الفوقاني لما يكون على بعض هاي اسمه فلاش تيرمينال بلين لما يكون التحتاني ميزيل عن الفوقاني منسميها ميزيل استب لما يكون التحتاني مبعد دستري عن الفوقاني منسميها دستل استب بس هذا كل ما في الامر خلصنا وبس تحت بحكي لك تنبؤات أو تخيل معي يعني شو يعني تخيل معي يعني تخيل انه واحد بدي اعني اشرح شرح صراح اذا اللي بفهم الشرح الكلام اللي في التفريغ يصير حكي فاضل بالنسبة لنفرض انه اجاك مريض يا عزيز المشاهد ايوه عنده فلاش تيرمينال نفس هيك الوضع عنده طبيعي اللي هي دستل مارجنال ريج طابقه مع دستل مارجنال ريج تمامي جماعة الان وقلع هذول ماشي وطلع محل هنا بري مولرز وطلع المولرز فبيحكي لك يتوقع بدكم تحفظو ونحاول نربطها يتوقع انه الانسان اللي بيكون نورمل مش حكي هذا النورمل البيار من انت مولرز تطلع شو يتوقع بلغ نسبة لانعجل بناء أول انت بلغ مولرز م م ... يقول لك نفرض جدلاً أنه مريضك البرايميري تعونه كانوا هيك غالباً لما يطلع له مولرز حيكونوا التحتانية أيوة زي حميزي لعن الفوقانية طب خنرسم البرايميري نفرض إنه نطلعين عنده طيب تحتانية ما يلميزي لعن الفوقانية صح يعني زي هيك نحن شو العلاقة حكينا عنها إنه عنده كون ميزي بكل كسب مع إيش مع مثلاً البكالي جروف وصلت الفكرة طيب فإيش إحنا منتوقع إنه يصير منتوقع إنه بالميزي الستب إما إنها تكون عليها فتكون برضو كلاس 1 أو تكون رايحة لوراها فتكون كلاس إيش في ثلية طبعاً صح أيوة لوراها لما هذا الميزي يبكل كسب يروح وراها في كون كلاس 3 تمام فهمتوها يا جماعة يعني أنا هذول البرايمري لسمت على سواهن بابلنت تمام شو الوضع حيكون إما حظه بيكون حلو بيكون هذا الميزي بكل كسب طابق على البكالي جروف أو بيكون هاي طلعت لورا شوي وصلت الفكرة فبيكون الوضع إما إنه كلاس 1 أو كلاس 3 هذا في وضع الميزي الستب صراحة تقدر تحفظوه الحفظ بس أنا أحب إنك تتخيل وتفهم طيب طفل وإنته تفحصه أيوة طلع إنه عنده دست المرجن الرجل تبع اللور رايح لورا بالنسبة للأبر شو بتتوقع يكونوا الدائمات عنده لما يطلعن بانجلي كلاسيفيكيشن بيقول لك بيش أنا أحفظ حفظ أنا بالنسبة إلي بحب إني أفهم فيهم أرسم بدي أرسم التحتانية إنها إيش رايحة بوستيرية بالنسبة للفوقانية صح وزي ما نعرف العلاقة ما بين الميزة بكل كسب وشو اسمو هادا والبكالي جروف لما تكونوا قدامها حكينا أنها ستكون كلاس 2 صعب ألا سيئ فلما يكون مريض عنده دست المرجن الرجل ماشي دست المرجن الرجل غالبا هيكون البرمانت لما يطلعوا كلاس 2 مورلر اللي هي هاي سهل جدا جدا جماعة بس بدكم أن تمارسوا العلم هاض والرلاشنز هاي ماشي أما يحكي لفلش تيرمنر مائزة دست المرجن الرجل كل الشيئ انه Urان علينا انعرف كيف تنوانه مولر حب اكما كان مائزة مولر لأن هاي رح يعطيك عن العيدة مائزة مولر مولر بلغ زي ما قرننا إذا كان طبيعي فلش تيرمنل أو مائزة تيرمنل تمام يعفون لا اتنظر مائزة تيرمنل مائزة وكما سيكون مائزة مولر مائزة إذا كان مالبا فإما بيكون كلاس 1 أو كلاس 3 و شرحنا ليش إذا كانت ديستالستب عاملة التحتانية فهيكون في الغالب كلاس 2 مولر ريليشن شب نطلع نرجع لالكيناين طيب الكيناين ريليشن شب فأنا بس اللي بدي تتخيلوه حاضي حكي كل ياتو لما تتمرسوا عليه بنعمل خلال 5 دقائق تحكي للطفل الحبيبي عضع سنانك ممتاز عضع سنانك مبوها شرب طلع على الانسايزر الأبر مغطي اللور ثلثة و مبين الباقي الأمور لوز و أضعه كلاس 1 اللور راكب على الأبر يلا سيجعي كلاس 3 طيب الأبر مغطي كل اللور وهيك ودافع لبرة يلا كلاس 2 ديفيجن 1 مغطي كل اللور ودافع لجوه يلا كلاس 2 ديفيجن 2 الموضوع عندما ما بأخذ أكثر من دقيقة لالانسايزر ريليشن شب فهمتوا علي يلا بسم الله يا عزيزي الطفل سكر يعني لساتهم سكر يلا طوحينه يمين الشمال طبعا آي جماع يمين الشمال طبعا هون كمان رايت وليفت انسايزر يعني طيب مباشرة نفرض أنه مطلع السكس يعني عن ميزة باكل كسب طيب و هنا الميزة باكل كسب نطابق على الباكل كروف يلا من قدامه 2 قدامه وطابق عليه 2 بنص درجة قدامه ومفشق عنه زي هاي فل يونت كلاس 2 الميزة باكل كسب لور الباكل كروف تبع اللور خلص كلاس 3 على السريع يا جماعة ونروح للنياب يا جماعة النياب سهلين 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 ليس سهلين لأنه هي العلاقة ما بين الأبر كينين واللور كينين على اليمين وعشمال طيب بحكي لك كل آتي انت بدك تعين شغلتين وتعمل الريليشن بينهم كثير سهل سيدي في الأبر بتعين لي الميزة الهاي اللفة اللي هي الميزة السلوب وفي اللور بتعين لي الدستال السلوب لآن ركز إذا كان الميزة السلوب طلع لما يسكر رح تطبق طبق على دستال سلوب ورح يكون الكسب تب فيتي بالإمبريجر هاض اعرف انه الكنان الريلاشنشيب بكلاس وين سهل جدا طيب واذا كانت الميزة لسلوب هل سيطابق عليها طبق لقدامها يعني الناب مايلا هيك نفرض هذا المثلث والناب مايلا هيك للأمام بزيادة زي هاي الصورة شوفوا شطلع يعني من المنطق لاحظوا كيف الميزة لسلوب امام الدستال سلوب هذا كلاس 2 احنا شو طبيعي يطبق عليها طبق تمام هسا اذا كان الميزة لسلوب للأبر رايحة بستيرير للدستال سلوب شوفوا وراها ها وراها شايفين هاي كلاس 3 بس الله يعطيكوا العافية خلصنا الحمد لله رب العالمين هذا يعني ممكن اكثر الرزاق بدو التركيس في المحاضرة طيب اذا زي ما حكينا اجزاء الورقة اكثر الرزاق جينرال ابرانس نورمال مش نورمال في سكارز على وجهه ندوب كذا تي ام جاي فيه طق فيه ألم الشفايف ناش فيه مش ناش فيه فيه فشارز فيه فيه ألسر فيه فيه هربس انتر الرزاق ميوكوزا فيه فيه اشي جوه برضو اشي جاي سويلنج اشي جاي سويلنج كله يتسجله تمام الجنجي فزي ما حكينا عن طريق اللوي اندكس تمام شايفين يا جماعة السريع برايميري والبرمنت انسايزر اللي هي الانسايزر اللي درسناها بعدين تختار بين البومز والانجل حسب شو الأسنان إذا الدائم بتختار أنجل إذا الموالر الموجود اللي بني بتختار بومز وعدين يا سيد العزيز كل كينين بناء على وضع الميزة السلوب للأبر مع الدستل السلوب للأبر إذا طابق عليها ون تحطها كدائرة تروح لجهة الثانية يعني نفرض إنه لجهة طفل الجهة اللفت عنده الميزة السلوب طابقة طابق على الدستل السلوب وفاتي بالإمبريجر تمام فهي ون نفرض إنه النابل الثاني رايح شو جاي زي هيك النابل هاي النابل أمامي مثلا يعني وهي النابل الخلفي مثلا فلاحظوا هاي الميزة السلوب is anterior للدستل السلوب فهي ايش كلاستو مثلا بلكم يعني وهكذا سهل سهل كثير يا جماعة طيب بس ونخلص صاحبنا الأوفر جت المسافة الأفقية إذا الأسنان مش بروكلين بتكون نورمل اكتب عندها نورمل إذا الأسنان مش بروكلين ولا ل BRUKLINE طبيعية اكتب عندها نورمل الإنسان إذا السن اللور مبين ثلثها عضو بين ثلث بين ثلثين وغطي بس ثلثها اكتب عندها نورمل إذا مغطيات كلهم increase إذا مش غير مغطيات اكتب إيش decrease ممكن ما يكونش فيه أوفر بايت اصلا اكتب له انه فيه open bite. لو الاسنان الخلفية يعني اللي عفوا عفوا اللي هي السفلية lower anterior. lower anterior. الراكب ركوب او جاي فوق ال upper anterior. بكتب في عنده anterior cross bite. لو lower molar. رايح بكل كثير. بحكي فيه بكل. في عندك unilateral. بكل. molar cross bite صح? لو رايح lingual كثير ومخبي ال upper smaller. Mohler. بقول انه في عندك Isnk lingual cross bite للموللر. وهكذا بس. ومرشق على الصفحة بعدها اللي حيكون فيها دينتل شارتنج. كل اللي انا بشرحه. ها هو عبارة عن معيد. وصدا شاهل سهنا مشروح كلياتي يعني تمام. you need to record extra and data or examination. انا شرحت لكم على شارتنج. وذان المعقود يقول. الصغير الذي تز ؟ دماغ Lee ما هي assistive filtre это изменение الانجل الوصف و نقوم بس الاسئل الى سمسة كثيرة الثالثة و 1 تقول إن يا بدي تكون نص درجة أو درجة كاملة و ترجمة الأوبرجة الاسئلة لدي اي مدلسل كراست بايت كراست بايت كراست بايت كراست بايت كراست بايت دير بالنا على صور الورفين المحاضرة اللهم صلي وسلم عن نبيين محمد دمت الإشام حسن سنرى الأسنان بصري تاكتايل باللمس أشياء حسية تنسى أن تضع الضوء كثيرا لقد أنسى أنني أوجه الضوء من المريض وظلها كبعيد عني نرى الأسنان يمكن أن يكون هناك تسويسات أو إنامل يمكن أن تشاهدها وتتحدث عنها ويمكن أن تضع البلاك تتحدث عن تسويسات مولار ترى الضوء أنك لا يوجد تسويس في البلاك تشاهد البلاك وعندما يوجد بحرارة سيكون جيدة لثياتك تستخدمة تسويسات تحتاج إلى تسويسات وقتها بثياتك يتعلق بحرارة وكثيرات وكثيرات تتأكد من الساسبكتد ليجينز الليجين المشكوك في أمرها ممكن تكون ستينز ممكن تكون كيالز الله أعلم and to remove black and to be able to see bit and أظن هاي فشر مش مش براشر and fishers clearly you need to be very systemic start with upper طبعا كيف دكو تبلشو هاي الفك العلوه هي الفك السفلي تبلش upper right بعدين upper left بعدين تنزل هيك تمام lower left ولور والأخير lower right تمام يا جماعة يعني تمشي إيش كأنك زي عقالب الساعة سهل جدا سيكونس تمام يعني لو تفك قدامك تخيلني بسهولة تلفزي هيك تداء من upper right وانتهاء بال lower right ماشي يا جماعة ماشي راديقرافيك examination رح نحكي عنها لاحقا شو بدك تشوف شو بدك تعمل كذا كذا كذلك لديك examination تشوف حجم الأسنان شكل الأسنان لون الأسنان هل فيه تسويسات مثلاً size ممكن تكون عنده شيء اسمه big lateral بيق مش ضخم بيق اللي هي هيك وسط الفكرة اوكي البيق lateral ولكن اي مش اي لانه اي يعني خنزير اللي اي هي معناها وتد شكله زي الوتد بيكون بيق lateral تمام على كل اتحال على أي اتحال أو على كل حال شو بدنا نشوف كمان طيب بعدا cavitation care is extent restoration tooth surface trauma اللي بتدور عليها طيب dental chart هو عبارة عن المكان انا بدي ادور فيه على التسويسات هسا هون تخبيص الأرقام هاض ما هتفهموا الا بعد محاضرة ثلاث القصد انه هون ادي احكي لكم عنهم كلمتين نسي جمع على أطفال أسنانهم اللبانية عشرين خمسة كل كوادرنت تمام؟ شان هيك أقوى رقم نحطه لل لبرايماري هنا خمسة central lateral canine first molar second molar بس برايماري برايماري بعدين هون first permanent molar second permanent molar طيب central lateral canine طيب بعدين first primary molar second primary molar بعدين first permanent molar second permanent molar افرض كان طفلك مخلعين هدول وطالع محلهم شو طالع محلهم permanent premolar بتعدل على التثبيه طبعا نحط هون رقم معين هون لاحظوا تركين لكم المنزلي هاي مش هاطلين لكم بها اشي عشان تحط التسميه فعلى سبيل المثال لو كان هذا السن اللهم صلى الله وسلم عن العربين محمد لو كان هذا السن primary molar primary second molar بحط هون خمسة سنفهم ليش لاحقا بحاضرة ثلاث لو كان السن permanent premolar نحط هون واحد تمام اشياء التسميه رح تفهموا هون كثير ان شاء الله على اي اتحال فعشان يكتركين لكم اياهم بدون ارقام اما هون يعني هذول اسنان الفيرت مولر والسكند مولر البرمننت عشان تكونوا عارفين يعني ما فيش قبلهم اشي بطلع مباشرة ما فيش قبلهم بنخلع او اشي فصلت الفكرة يعني ما بيطلعوا تبديل بطلعوا لحالهم لأول مرة حشان يكتركوا يوم اصلا بتسوسوا اكثر من غيرهم يعني بطلعوا ما بصير لهم تبديل طول عمركم بثمك وما كان فيش قبلهم على كل حال نستخدم اشي اسمه FDI System نفهم كيف منسمي وكيف تمشي الامور في Dental Charting ومنعبي هذا التشارت بناء على شغلات كثير طبعا اخذتوا بالdiagnosis التسوسات دائرة هيك والحشوات دائرة مسكرة و الى اخره وبتعرفوا ان هنا الميزيل هون الدستل هون البكة هون اللينجول بس هذا كل ما في الامر شو ممكن تشوف abnormality ممكن تشوف سنة زيادة وصلت نسميه Super Numerary Tooth مثلا هنا لدينا Upper Right and Left Central Incisor وبينهم هناك سنة يعني هذا Central Central ماذا يعمل؟ هذا Super Numerary Tooth حسنا حسنا هناك سنة غالبا يكون طالع بينهم بين central ما نسميه مايزيو دنس مايزيو دنس طيب عنا هون Upper Right Central هون مايزيو دنس نسميه ماكرو دنس ماكرو ماكرو للاحجام Hyper و Hyper ولا الاعداد هون لاحظوا الأسنان عددها أقل من الطبيعيون للاسنان مايزيو دنس مايزيو دنس لأنه حجم صغير وهو Big Laterals تمام؟ و عنده Hyper و دنس لأنه أعداد السنان أقل من الطبيعيين مايزيو دنس مايزيو دنس تدريز أني Hyper Mineralized وباستيز مثلا 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 نسميه نسميه Hypoplegia تمام يا جماعة بدي أكم تفرقوا بين شغلة بس هكا حلوة صارت معي في العيادة الموضوع أنه أنا كانت أول عيادة المهم نفرض أن هذا الروت و كان طالع له أبيض هون و وصلت فتحدثي دكتورا ماذا تتوقع أن هذا يكون؟ قلت لها The White Sput Lesion The earliest form of dental care قالت لي لا هذه ضهيبة من Realization فأنا استغربت قلت لها طبيعا دكتور ما نفس المنظر حرفيا أبيض والثنين منظرهم بقعة بضاع السن قالت لي غالبا التسوسات The White Sput Lesion التي تتحدث عنها تكون موجودة Cervical بينما الموجودين في نص السن لا يكون The White Sput Lesion وهذا يكون دلالة على Hyper Mineralization الآن نسبة للتسوسات عند الأطفال كثير مرة معنا في الكاريز التسوسات اللونها فاتح من سميه Active Caries و اللونها غمق من سميه Arrested يعني البروسيس توقفت وصلت وحكي عن البيضاء الموجود هو The earliest form of dental care وهو The White Sput Lesion بس بس و بس صراحة الحكي اللي هسا شرحته موجود هون تمام بس وعشان خلص الفيديو ما يطول أكثر من هيك اوكي الان شو نعمل انفتيغيشن طبعا حكينا عشان نشخص الطفل تشخيص صحيح لابد من انك تأخذ هستوري و هستوري لانه فيه شغلات زي مثلا التسوسات للبلب مش انه طفل ممكن يتوجع زيادة ممكن يكون السن نيكروتك بسي توجع انه خايف مثلا يقول اوه انك لست مش لامسه وصلات مع انك لست مش لامسه وكثير بتصغير انت لست مش لامسه وبلش يقول اي او يعيط فتسنط ريليابل على كل حد ممكن تعمله تعمل له sensibility test application of cold heat electric bulb تستر وحكينا بس ريليابل كثير teeth cavity البالكيشن انك تمسك قاعدة ودق على السن تمام الموبيلتي تشوف بتخلخل او لا وهون قوعة تستخدم اصبعين لازم تستخدم مياه يعني قاعدتين اداة يعني اداة و اداة من تحت تخلخل السن بالاداتين او باصبعك و اداة لانه الاصبع عادة بيخدعك كون السن ما بتخلخل و بطيك اشارة انه بتخلخل بيخدعك بالانه بيخدعات هذه بعض الاختبارات التي تجهز على الطفل على أي حال ملاحظة البالب تستيج انه لا تستخدم نااكد عليها بلاينا نفعل تستيجاج لتسقت من نفس الابطة كما في الحدر لا نفعل التستيجاج او تستيجاج و حتى تستيجاج لبلاينا التسطين فالعبرة ليست بالتطفل والعبرة ليس بالتطفل فهو بصلات عدد حيث نصبت بشكل cut نصبت على الحصول إلى التطفل كما قالت لكم فإن كنت أرى صور الأشعة مهمة قبل أن نقوموا بحضور نصبه ثم نقوم بحضور النصب بعد التشخيص الصحيح لتحقق على الطحون لا نقوم بشكل طريق لكي نقوم بشكل مريم to see if the tooth is tender to percussion يعني بس تحط يعني ما بتدق عليه بالمراي تمام فقط تضغط على السن في أصبعك فقط إذا تألم أو ما تألم حيو ولكن 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 إياك 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 إنك تعمل تندرنس تبركشن تست بالباك أو في أي أداة تعامل يا جماعة تستخدم أصبعك وتضغط عليها هيا بس كانت تنبيهات بسيطة هيا كانتهت هذه المحاضرة رب الله سبحانه وتعالى وصلرهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين